بالله عليك يسأل نفسك كده أنا دايماً أسأل السؤال ده النفسي و للناس اللي تقول لك ياه لو كنا ما كان الصحابة عم الشيخ ياه لو كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام طب يسأل نفسك انت بالله عليك لو انت ما كان الصديق كنت تقدر تعمل الكلام ده ها كنت تقدر تستعمل كل ده أبداً خالص ده احنا النهاردة أقل ابتلاء نفضل نقول ليه ومفيش اللحنة ونندب حظنا ونشكل طب الأرض وبعدين نقول صبرين ومحتسبين الله عرفت أبو بكر الصديق سيدنا النبي قال عنه ليه لو وزن إيمانه أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم عرفت أبو بكر الصديق ليه سيدنا النبي قال عنه لو كنت متاخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكنه أخي وصاحبي عرفت ليه سيدنا بن عمر بيحكي وبيقول كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحداً محدش يوزن أبو بكر أبداً عرفت ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة فلما قيل له من الرجال قال أبوها عرفت اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حاء لما يقول فإن له يداً لا يكافئه عليها إلا الله وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متاخذاً خليلاً من الناس لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن صاحبكم خليل الله الله دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للغار ومعه الصديق وهنا أمر الله سبحانه وتعالى شجرة فنبتت على فم الغار شوف الجمال وبدأت الشجرة في التو واللحظة تنشر أغصانها على باب الغار وحول باب الغار وجاء الإذن للعنكبوت فنسجت خيوطها على أغصان الشجرة وألهم الله حمامتين فعششتا وباضتا بين أغصان الشجرة والجماعة الأولاد الصغيرين اللي طالعين النهاردة ويقول لك هذه القصة موضوعة أقول له أيب يا حبيبي ارجع كده وهتلاقي القصة دي عند الإمام أحمد في مسنده أيوة آه والإمام أحمد لما أوردها علشان يقول لك أن هذه الآيات الثلاث كانت من تدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره لتضليل المشركين وصرفهم وصدهم عن اقتحام الغار ليحمي الله نبيه وصاحبه بأضعف جنده وصدق الله إذ يقول وأيده بجنود لم تروها وصدق ربنا إذ يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو الله لكن ما سألتش نفسك وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيب سيدنا علي هناك ليه إيه اللي يخليه من المكان ده ابن عم آه ما ننسيت أقولك أصل قريش رغم عداءها مع النبي عليه الصلاة والسلام ورغم تكذيبه من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن هم ما كانش عندهم خلاف إنه الصادق الأمين فكانت كل الأمانات والودائع وفلوس قريش وتجارات قريش وإصالات أمانة قريش وكل رهائن قريش كل شيء قريش خايف عليه كانت توديعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كفرهم به وتكذيبهم للرسالة لكن ما عندهمش شك في لحظة في كونه الأمين أرجع بيك زي ما رجعنا لسيدنا علي لباب سيدنا علي اللي هو أصلا باب سيدنا النبي الفتيان وقفين على باب سيدنا النبي مستنين استيقاظه وكل شوية يبصوا فيجدونه نائما يتغطى ببرداته فيطمئنه ظلوا على هذا الحال لحد ما جاء واحد وسألهم ماذا تنتظرون انتوا عادين هنا التعملون ما تنتظرون قالوا محمد استنين محمد قالك اتخيبكم الله خرج والله عليكم وأنتم تنظرون إليه قالوا لا 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 احنا وقفين وعننا فانجلة فلا لا لا بصوا كده لا ده محمد نايمه قالوا لهم والله لقد خرج محمد من بين أصولكم فاقتحموا البيت فإذا نائموا سيدنا علي يسألونه أين صاحبت قال لا أدري وصادق وصدق الله ويمقرون ويمقر الله والله خير الماكرين قريش أعلنت حالة الطوارئ القصوى حين علمت بخروج النبي عليه الصلاة والسلام آمنا مطمئنا ورصدت مكافأة غالية جدا لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا ميت ناقة تخيل ميت ناقة سبحان الله العظيم وطبعا كل واحد سمع العرض حصل يعني هوجة كل واحد عايز يفوز بالميت ناقة وكان على رأس هؤلاء صراقة صاحب القصة المشهورة خد بالك وكل واحد يروح يتتبع الأثر فينتهي عند جبل ثور فيوقف يفكى كده طيب وبعدين هو ورح فيه ما هو لو دخل الغار كان خيوط العنكبوت دي اتقطعت وكان بيض الحمام انكسر هيخش ازاي بدا الحاجات دي بقالها سنين حتى ان القفار نفسهم لما وصلوا اقسم واحد منهم ان نسجل عن كبوتي هذا وهذه الشجرة قبل ميلادي محمد اما ليه مش بقولك وما يعلموا جنود ربك إلاهم مش بقولك سلم لله مش بقولك سبها لله يدبرها والله هيفرجها من حيث لا تدري ولا تحتسب انا مالي انا عبد انا ايه انا عبد وسلموا الامر واصطبر مش اصبر اصطبر بس خد بالك الصبر مش معناه يأس الصبر مش معناه يأس مش معناه كل ما شوفك لقيك مكشر ومبوص وانا انا اسف بالبلد كده شير طاجن ستك مش الصبر معناه اللي انت في عقدتك اللي انت لا تأكل ولا تشرب ولا تتهنى الصبر مش ان معناه ان انت قاعد على طول حاطت ايدك على خدك لا لانت تسلم الامر لله وتستبر وانت في عز التفاؤل وعندك يقين ان غدا افضل وانني سلمت الامر لله بعدما يأست من الخلق فسبحان الله العظيم هم وقفين فتحدثون ورسول الله والصديق يسمعهم حتى بلغ الخوف مبلغه من الصديق فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا لكن سيدنا النبي يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهم وهنا القرآن الكريم يسجل اللحظة دي بآيات بينات لحد المهاردة نقرأها اسمع كده ربنا يقول ايه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوه الذين كفروا ثانية ثمين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام حتى يأست قريش من أن تعصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى من أن تتبع آثاره